من جديد تحية لكل متابعي صباحات سدانية لهذا اليوم وتحية خاصة جدا لكل الناس اللي بتنتظر يوم السبت عشان ما تتابع معنا أهم التحليلات الرياضية لأهم المباريات اللي أقيمت في الأسبوع الماضي وتحليلها كانت على مستوى المحلي والإقليمي والغاري مع الكابتن محمد مشعل صباح الخير عليك محمد صباح النور رؤى وصباح النور لجميع السادة المشاهدين الكرام مشاهدي قناة سوداني 24 محمد قبل ما نبدل المفكر الرياضية بتاعتنا عند الليلة هاشتاك عياني عرضناه على كل المتابعين ما هو رأيك في شعار مونديان قطر الجديد؟ نعم بكل تأكيد هو الشعار علامة انفينيتي الإبداع لا حدود له بالنسبة للرياضة القطرية التي كان لها رؤية واضحة استطاعت من خلالها أن تتوجه بعديد المطولات يعني نحن لما نجي نتحدث بصفة عامة عن الرؤية الرياضية القطرية بنتحدث عن أنه قاموا بإنشاء أكاديمية سباير للعلوم الرياضية في عام 2004 حصدوا نتاج هذه الرؤية في عام 2018 في الموسم الماضي عندما توجد المنتخب القطري بكأس أمم آسيا فبالتالي نحن نتحدث عن أرضية جيدة أرضية خصبة للإبداع هناك في دولة قطر وإن شاء الله يتم الإبداع كدولة عربية أو أول دولة في الشرق الأوسط هي ستستضيف كأس العالم 2022 كل التوفيق بإذن الله لدولة قطر الشقيقة إن شاء الله نتدي مباشرة المفكر الرياضي ونبدأ بمحليا على مستوى المحلي المنتخب الغومي الذي يتغلب على مضيفه التشادي بثلاث أهداف لهدف وأكيد كده بيكون اقتربة لتأهل المجموعات في تصفية الموندي ما هو تحليلك لهذه المباراة؟ نعم بكل تأكيد أنا ديت أعتبر مفاجأة من العيار الثقيل إنه يستطيع المنتخب السوداني أن يتغلب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام مضيفه المنتخب التشادي نحن عندما نتحدث بصفة عامة عن التكتيكات الإيجابية التي اتبعها المدرب زيد رافكو لوقاروزيتش نجد أنه وضع على مستوى خط الوسط ثلاثي يعتبر ذو نزعة دفاعية الحديث هنا بالتحديد عن محمد الرشيد بالإضافة إلى أبو عقل عبد الله وهناك نصر الدين الشغيل ده أدى إيجابية على مستوى خط المقدمة الثلاثي ياسر مزمن نجم نادي الأهل شندي بالإضافة إلى رمضان عجب صاحب الهاتريك وأيضا هناك النجم أحمد حامد التش دي كلها أدت حرية ولا مركزية في خط المقدمة استطاع من خلالها من حسن تمركز رمضان عجب أن يحرز الثلاثية ستكتب بما الذهب في التاريخ أيضا لما نجد نتحدث عن التمركز الدفاعي نرى أنه كان خليط وتوليف من لعبي الخبرة بالإضافة للاعبي الشباب يعني على مستوى الأظهر كان هناك أحمد آدم فيبو المعروف بأدواره الهجومية بالإضافة إلى أطهر الطاهر أيضا معروف بأدواره الهجومية الأدوار الهجومية مع لعيبة الأجنح المتواجدين في خط المقدمة عن طريقة لا مركزية ده ولت شيء إيجابي ألا وهو محاور الارتكاز كانوا مهتمين بالجانب الدفاعي والتأمين أثناء صعود الأظهرة وده كلها كانت تكتيك إيجابي للغاية من قبل المدرب الكرواتي للمنتخب الوطني زدراف كولوغاروزيتش أيضا عندما نتحدث عن قلوب الدفاع نرى أمير كمال اللغاف في المباراة الأخيرة مع نادي المريخ بالإضافة إلى القائد نادي الهلال عبداللطيف بوي أيضا قدموا مردود إيجابي للغاية فبالتالي المنتخب استطاع أن يضع قدما في مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 20-22 إن شاء الله أيضا بتأكيد واحدة من الكرة السودانية في الفترة الأخيرة يعني زي ما يقولوا هي ساعدت كثير جدا من السودانيين بالتواصل الانتصارات بالنسبة للكرة السودانية وأيضا كان فوز المنتخب الأولمبي على نظيره أن يجير بهدف طبعا الهدف أحرزه نجم نادي الهلال ولا الدين موسى تكون لها بتعطي إيحاءات وإشارات إيجابية أن المنتخب يعني الآن هناك جيل قوي قادم على مستوى جميع الأصعضة في الرياضة السودانية وهناك تجربة جيدة على سبيل المثال المنتخب الإماراتي في فترة من الفترات كان هناك المنتخب الأول يعني مر بمرحلة تغيير جد عن طريقة المدرب مهدي علي الذي كان يدرب آنذاك المنتخب الأولمبي جميع لعبين المنتخب الأول الأولمبي صعدوا للمنتخب الأول وكان المردود الإيجابي هو تتويج الإمارات ببطولة كأس الخليج بكل تأكيد يعني الآن المنتخب الأولمبي قوي للغاية هناك عديد اللاعبين في المنتخب السوداني يعني أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من عملية الاعتزال فبالتالي تصعيد اللاعبين الأولمبيين نعم أو تغيير الجلد نعم طبعا بقى حاجة ضرورية للمنتخب حتى يواصل على هذا النهج الناجح يعني هزيمة المنتخب النيجيري حتى ولو كانت على أرضيات أستاذ المريخ هنا في السودان يعني هذا يعتبر إيحاء إيجابي للغاية إنه المنتخب قوي جدا ويكون عنده مستقبل باهر ولاعبين شباب متميزين لا سيما وأن يعني اللاعبين النجيريين بصفة خاصة هناك أكاديميات أوروبية ترعاهم فبالتالي هم على بوابة الاحتراف في أوروبا وأيضا هناك بعض اللاعبين النجيريين المتواجدين على مستوى الدوري الفرنسي فبالتالي نكن تتهزم منتخب بقيمة النسورة النجيرية لكل أشياء إيجابية للغاية نستطيع من خلالها أن نتكهن أن مستقبل السودان سيكون باهر وزاهر بإذن الله إن شاء الله هي ديبو الشريات قد تكون مع السودان الجديد إن شاء الله ننتقل مباشرة إلى عالمين وتصفيات يورو 2020 وكان فوز هولندا على ألمانيا بأربع أهداف مقابل هدفين طبعا نحن نتكلم عن شقين الشقة الأول متعلقة بالإحصائيات والشقة الأخر متعلقة بالتكتيك من قبل المدربين رونالد كومن مدرب المنتخب الهولندي بالإضافة إلى يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني بالنسبة للإحصائيات وفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات فتعتبر هذه هي المرة الأولى تاريخيا التي تستطيع من خلالها الطواحين الهولندية أن تحرز أربعة أهداف في شباك المنتخب الألماني فبالتالي دي كلها كبدت خسارة كبيرة جدا لعشاق المانشافت وأيضا تعتبر هذه هي من المرات القلائل التي يهزم فيها المنتخب الألماني على أرضه وبين جماهيره وبالتحديد في ملعب ألتنش أرينا في مدينة هامبورغ الألمانية دي كلها كانت عوامل غير إيجابية ستساهم بشكل أو بآخر في صراحة الساعة بقت موقوثة بالنسبة لتواجد يواكملوف على مستوى الدفة الفنية للمنشافت الألماني أيضا عندما نتحدث عن التكتيكات المتبعة لأول مرة أيضا يعني يكون يواكملوف يخسر التكتيكة الأساسية اللي هو 4-2-3-1 ويعتمد على تشكيلة الثلاثة أربعة ثلاثة التي تركت مساحات كثيرة جدا عندما نتحدث عن ثلاثي الخلف كان مكوّم من كل منه جوناثان طاه نجم نادي طايل ليفاركوزي بالإضافة إلى ماتياس جنتر نجم نادي بوروسيا مونشنغلاد باخ ونيكولاس سولي نجم نادي باير ميونيخ التوليفة تركت أثر سلبي جدا على الخطة الخلفي للمنتخب الألماني نعم كلفه الكثير جوناثان طاه سجل بالخطأ في مرماء بالإضافة إلى وجود المساحات التي استفاد منها رونالد كومن عن طريق القادمين من الخلف من لاعبي الوسط وبالتحديد جورجينيو في نالدوم نجم نادي ليفربول بالإضافة إلى فرانكي ديونغ نجم نادي برشلونة الحديث لكلها عوامل إيجابية ساعدة الطواحين الهولندية إنها تثبت وجوده على مستوى تصفيات أمم أوروبا 2020 أيضا نتحدث عن ماتياس ديلاخت ماتياس ديلاخت عن الأمرين عندما كان مع نادي يوفونتوس والآن قدم مباراة ومردود إيجابي باستثناء ضربة الجزاء ولكن بصفة عامة المردود الإيجابي ماتياس ديلاخت نستطيع أن نعزيه على سبب واحد ألا وهو أنه دائما في الكرة الهولندية يعتمدون على دفاع الرجل ضد رجل أو مانتومان أما بالنسبة لكرة الإيطالية وبالتحديد التكتيكة المتبعة من قبل موريس وزهري في دفاع المنطقة دي كلها عوامل أثرت بشكل أو بآخر على المردودة الكامل للمنتخب الهولندي فبالتالي يعني يعتبر المنتخب الهولندي الآن من أقوى وأعتاء المنتخبات على المستوى الأوروبي جميل أيضا بعض المنتخبات تمثل عقبة ضد منتخبات أخرى رومانيا كانت تمثل عقبة ضد أسبانيا ولكن حاليا أسبانيا هي تخطط عقبة رومانيا بهدفين لهدف نعم بكل تأكيد رؤى نحن عندما نتحدث بصفة عامة عن المنتخب الإسباني الآن بعد استيق تعتبر هذه هي المباراة الأولى بعد استقالة المدرب الإسباني لويس إنريكي أيضا نحن نتحدث عن أن المنتخب الإسباني في العشر سنين الأخيرة كان يعتمد على الرسم التكتيكي أربعة ثلاثة ثلاثة في مباراته أمام رومانيا يعتمد على الرسم التكتيكي أربعة أربعة أثنين بتواجد كل من باكو الكاثير نجم نادي بروسيا دورتمونت بالإضافة إلى رودريغو مورينو نجم نادي فالنسيا الإسباني بكل تأكيد المباراة كان فيها عنوان بارز ألا وهو عودة سيرجيو راموس القائد للتسجيل فبالتالي إعادة الثقة وذي كلها عوامل إيجابية ستنعكس بصورة إيجابية جدا لتشكيلة المدرب زين الدين زيدان هناك مع نادي ريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى أن الهدف الثاني كان بتوقيع باكو الكاثير نجم نادي بروسيا دورتمونت والذي تكلف غاليا هزيمته أمام نادي يونيو برلين هناك في الدور الألماني ولكن هذا الانتصار بمثابة الانتعاش وإعادة الثقة للمهاجم الإسباني جميل ننتقل أيضا إلى واحدة من المباريات التي كانت النتيجة هي ثلاث أهداف لهدف وهي كانت إيطاليا عندما فازت على أرمينيا ما هو تحليلك لهذه المباراة نعم بكل تأكيد نحن عندما نتحدث عن انتصار المنتخب الإيطالي بقيادة روبرتو مانشيني يقدم العديد من النتائج الإيجابية آخرها هي إعادة أيضا الثقة للنجم نادي تورينو أندريا بيلوتي الذي استطاع أن يحرز هدفين فيما أحرز الهدف الثالث نجم نادي روما لورنزو بيلغريني أيضا نحن نتحدث عن الجانب خط الوسط ماركو فيراتي بالإضافة إلى استيفانو سينسي استطاع أن يقدم مباراة متميزة للغاية عن طريقة تغطية خلفية مساندة الخط الخلفي اللعب على الوتر الهجومي دي كلها كانت عوامل إيجابية استطاعا من خلالها المنتخب الإيطالي أن يتغلب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام المنتخب الأرميني أيضا نتحدث عنه المشكلة مشكلة التنقل لقائد المنتخب الأرميني هنريك مخاتيريان كان في الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن انتخل بعدها إلى نادي روما وبالتحديد كان في العاصمة الإيطالية روما والآن ذهب إلى العاصمة الأرمينية ييريفان كثرة التنقل لقائد المنتخب الأرميني أيضا ساهمت في إنهاك هذا اللاعب ومردوده جيدا اليوم إن شاء الله يقود كريستيانو البرتغال ضد سربيا فما هي توقعاتك لهذه المباراة التي سوف تقام بين البرتغال وبين سربيا نعم يعني تعتبر المنتخب السربي للأمانة يعتبر منتخب جيد لديه العديد من النجوم الزاخرة من أمثال نجم نادي لاتزيو الإيطالي سيرجي منينكوبيتش سابيتش أيضا على الدفة الأخرى نادي المنتخب البرتغالي بقيادة فيرناندو سانتوس هو المنتخب الذي توجه مؤخرا بدور الأمم الأوروبية فبالتالي ليس لديه ما يخسره في هذه البطولة لأنه أرد ضمن أنه سيتواجد في مونديال 2020 أيضا سنتحدث عن أنه في الغالب فيرناندو سانتوس سيجرب عديد اللاعبين من أمثال أندرياس سيلفا المهاجم الذي انتقل حديثا إلى نادي إنترخت فرانكفورت الألماني قادما من نادي ميلان الإيطالي أيضا سنتحدث عن وجود برناردو سيلفا وإعادة الثقة لا سيما وأن برناردو الآن يعني يجلس أغلب فتراته على بنش الإحتياط هناك مع نادي ماشيستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا أيضا على الدفة الأخرى سنتحدث عن وجود فيرناندو سانتوس المدرب الذي يعتبر أنه صاحب نزعة دفاعية هل ستكون تركيبة الدفاع الخلفية بين كل من بيبي وخوزيفونتي أم سيكون هناك تغيير آخر على مستوى الظاهير الأيمن سواء كان اللاعب سيدريك سواريز أو اللاعب جواب كانسي المنتقل حديثا إلى نادي ماشيستر سيتي الخيارات التكتيكية متاحة وبشكل كبير جدا مما سيساهم في صدع إيجابي إن صح التعبير للمدرب البرتغالي فرناندو سانتوس بتوفيق بتأكيد وهناك مباراة اللي هي كانت لعبة ودية ما بين البرازيل وما بين كولومبيا وبالتأكيد كانت هدفين لكل مباراة شهدت بالتأكيد كانت عودة النجم نيمار بعدها فيه بعد الإصابة كان هدف هو حقه والهدف التالي كان من صنيعته طيب عندما نتحدث عن المنتقب البرازيل وبالتحديد عن النجم نيمار دا سيلفا نيمار دا سيلفا الآن يعاني العديد من الضغطات الضغطة الأول كان هل سينتقل إلى خارج نادي بي اس جي أم لن ينتقل الضغطة الآخر القضية الأخلاقية التي يتهم بها اللاعب والضغطة الثالث كانه كثرة إصابات اللاعب فبالتالي وهناك أيضا ضغطة رابع أنه مثل في شبكة نتفليكس تبع مسلسلة كاسا دي بابل الآن الذي يعتبر فوق 20 مليون مجاهدة فبالتالي دي كلها كانت بتقول أن مؤشرات تقول بأن نيمار اقترب من عالم التمثيل أكثر من عالم الرياضة وكرة القدم فبالتالي نحن بنتحدث عن مسلسل إيراداتهم ما يقارب الـ 2 مليار يورو من أول عرض فبالتالي دي كانت كلها علامات إيجابية بالنسبة لنيمار فبالتالي الآن هي تعتبر هذه هي المباراة الأولى لنيمار في هذا الموسم منذ فترة طويلة جدا استطاع أن يعني يقدم آداء إيجابية للغاية حيث استطاع أن يصنع هدفا ويسجل الهدف الآخر الهدف الذي صنعه كان من ضربة روكنية لنجم نادي ريال مدريد ألا هو كارلوس هنريكي كاسيميرو الهدف الثاني من صنعه له النجم نادي باير مينخ فليب بيكوتيني وهو من أحرز الهدف بكل تأكيد هدفين للمنتقبة البرازيلي هدف صنعه وهدف سجل وذي كلها بتعطي إيحاء إيجابي أنه نيمار قادم وبقوة لإثبات وجوده هناك في تشكيلة باريس سان جرمان لا سيما مع العدد المهاجمين الخرافي إن صح التعبير هناك في البي اس جي هناك كيلين إنبابي هناك أيضا الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ بالإضافة إلى إيدنسون كافاني والوافد الجديد مورو إيكاردي وجوليان دراكسلر لكلها أسماء كبيرة جدا فبالتالي نيمار إن لم يكن يعني متيقتضا وإن لم يكن عائدا بقوة وإلا بيكون يعني على مستوى المنافسة سيعاني الأمرين بلا شك آخر تحليل للمباريات اللي قيمت في الأسبوع الماضي هو غياب ميسي أثر كثيرا وكانت النتيجة ما بين الأرجنتين وما بين شيلي كانت تعادل دون أهدف هل غياب ميسي كان السبب الأساسي في هذه النتيجة للمباراة نعم بكل تأكيد نحن عندما نتحدث عن الليوني الميسي نتحدث عن اللاعب محافظ على مستوى لما يقارب الـ 12 موسما فبالتالي غياب ميسي سيكون بمثابة الضربة القوية جدا للمدرب ليونيل إسكالوني أيضا نحن نتحدث عن أنه ليونيل إسكالوني يقوم الآن بتغييرات جذرية على مستوى المنتخب الأرجنتيني اعتمد على ثلاثي هم خواتين كوريا لوتارو مارتينز بالإضافة إلى باولو دي بالا بدلا عن كل من ليونيل ميسي نجم نادي برشلون غونزالو هيقواين نجم نادي يوبانتس الإيطالي بالإضافة إلى كوناغويرو نجم نادي ماشيستر سيتي دير ينزل بمعدل ومتوسط أعمار اللاعبين لما يقارب الـ 22 عام دي تحسب صراحة للمدرب ليونيل إسكالوني ولكن سيكون في خطر محدق بسبب أن هؤلاء اللاعبين ضعيفوا خبرة فبالتالي دي بتظهر في البطولات الكبيرة زي كوبا أمريكا عندما مني المنتخب بهزيمة قوية جدا أمام المنتخب البرازيلي كلفته الخروج من كوبا أمريكا بجعل شكرا لك كثير جدا من خلال هذا التحليل الرياضي لعدد من مباريات تجولنا كان فيها من خلال المحلي والعالمي والغار شكرا لك كبتب محمد بجعل على هذه الاستفادة من خلال التحليل الرياضي شكرا لك شكرا الرؤى وشكرا لجميع السادة المشاهدين الكرام شكرا لك